بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بالجميع طبعا رمضان مبارك عليكم إذا أنت تشوف هذا الفيديو بعد رمضان خلاص صراحة لك رمضان ما أعلن من الموضوع الموضوع الدرس هذا الآن نكمل فيه اللي هو الكانالجزء الأول عندنا تكلمنا فيه عن اللي هم الأربعين أمر الخاصة في لينكس ليفترض أنه هذه الأربعين أمر حتميا يعني ما في مجال بتضطر أنك تتعامل معهم سواء في خادمة أو حتى في ديسكتوب ولكن غالبا تحتاجها في الخوادم اللي هي السلفرات الفقرة هذه وهذا الجزء يعتبر جزء خير وزي ما قلت لكم كأنه كورس يعني بتطويلي شوية الفيديو هذا لذلك يبقى تروق مرة هذي أنا جاي مع كوب قهوة يعني مرة اللي راحت يبطي شاين مرة قهوة طيب الآن الفكرة هو أضحح أنه رح نبدأ الآن مسألة إدارة النظام طبعا قبل ما ندير النظام فيه فاصل إعلاني موقع فليكس كورس الآن فيه خصم 50% على كل شيء بالموقع طيب ما في ذلك أيضا المسارات التعليمية لأنه هنا فيه مسار تعليمي حق الفول ستاك تفولوبمنت مثلا رح تبدأ فيه من ال HTML وال CSS إلى أنك تصير محترف إن شاء الله في لغرفل طبعا المواد الموجودة هلآن ورين لها الحمد والمنة مواد كلها مطلوبة في السوق لذلك إذا أنت عملت في السوق العمل بتجد هذه المواد أمامك آخر المواد الموجودة PHP وبيثون ومفاهيم في تصميم واجهات الويب غير أنه خصم هذا 50% فيه خصم أنا خصصت لكم أنتم متابعيني باليوتيوب موجود تحت في الوصفة الكوبون استخدموه لا يروح عليكم وأيضا انشر هذا الدرس لغيرك خلي الناس تستفيد يعني وإذا أنت لم تشتركت بقناة اشترك بالقناة نبدأ بالشغل بسم الله على وبركة الله خلصت فقرة الإعلان إيه الآن لما تجد تتعامل مع سيرفر كيف ستصل إلى هذا السيرفر طبعا بتصل لو عن طريق حاجة تسمى السكير شل اللي هو الـ SSH بسم الله SSH الـ SSH هو عبارة عن برنامج موجود عندك أوكي هذا البرنامج باي ديفولت يعني افتراضيا أنه نازل عندك في النظام ولكن مو افتراضيا أنه عندك الـ SSH سيرفر لكن مجرد أنه طبعا يكون في سيرفر خادم على الإنترنت مثلا ايا كان افتراضيا أنه كانت رح تنزل علينا الـ SSH سيرفر وطبعا SSH عندي فيه درس خاص فيه ولكن سريعا هنا بأخذ بعض الأفكار كيف تتخذ تخدم اللي هو الـ SSH مبدأيا أن تكتب SSH بعدين تكتب بثلا اسم اليوزر يعني اليوزر اللي موجود في السيرفر اللي هناك بعد كده تكتب اسم اللي هو عفوا اللي هو الـ IP address أو الـ domain name يعني ممكن يكون عندك IP كده طبعا ما في دمين كده أنا داري ما فيه وسهذا مثال الآن الفكرة المضافة هنا طبعا أنه تحتاجها في التعامل مع السيرفرات اللي هو تحديد الباي عفوا اللي هو تحديد البورت إذا لم أضعته هو يتخيل البرنامج إنه سيدخل عن طريق بورت 22 ولكن إذا كان متغير البورت هذا اللي ألي بورت ثاني سنتظر أنك تحدد البورت من هنا كم راقون اللي هو 22 هذا واحد من الأوامر المهمة طيب ما هو الأمر التالي الأمر التالي رح نتعرف عليها الآن عندنا أمر رئيين كله تعالق بإدارة الطائقة اللي هو أمر شوتداون شوتداون داش عندنا هنا H بعدين Now هذا بتحوي إيقاف تشغيل السيرفر إيقاف تشغيل يا جماعة ليست إعادة تشغيل أوكي طبعا داش H Now إيقاف تشغيل الآن أنتمكن تضع علامة الزائد وتضع مثلا عشرة عشر دقائق وفي عشر دقائق راح يتوقف عن العمل في عندنا حاجة ثانية اللي هي بإدارة الطائقة اللي هي الريبوت الريبوت ريبوت راح تسوي لك إعادة تشغيل أحيانا تحتاج إعادة تشغيل مع لينكس تحديدا إذا كان الموضوع متعلق بالكيرنل لأنك سويت تحديد الكيرنل عندك بطروري أن تسوي ريبوت عشان تستخدم الكيرنل الجديدة الأمر اللي مهم جدا اللي أعمل معه هو أمر سيرفرس إدارة الخدمات وطبعا ممكن إدارة الخدمات عن طريق أمرين الأمر الأول اللي هو السيرفرس هذا وطبعا نحتاج أن تستخدم سودو أو تكون على الروت سيرفرس والأمر الثاني اللي هو سيستم سي تيل طبعا هذا الأمر فوق يعني أنا قلت لكم 40 أمر الآن صرت 41 الآثنين هذول يمكن تتم الإدارة عن طريقهم شخصيا نستخدم سيرفرس حتى الآن فتكتب سيرفرس بهذا الشكل تكتب اسم الخدمة ولا نفترض أباتش أباتشي أنا عندي موجود وممكن تسوي له ريستارت أو ممكن تسوي له ستارت أو ممكن تسوي له ستوب جيد أو ممكن تسوي له ستاتس أيضا تعرف حالة وهذه هي الموجودات الأوبشنز ولكن هذا الأمر كلنا نعرفه يعني تكتب status dash all status dash all بعدما تدخل الباسورد بتعطيلك لسة في كل السيرفرس الموجودة بالسيرفر وأمامهم علامة زائد أو ناقص يعني لاحظ عندي أبونتو فاير وول مثلا هنا في علامة زائد معناته أن يشتغل لكن عندك U-mount FS ما بتشتغل السيرفر هذه علامة الناقص معناته لا يعمل علامة الزائد معناته يعمل هذا الأمر تحتاجه إذا بتسوي تشيق سريع على الخدمات الموجودة عندك في الجهاز أو في السيرفر هل تعمل أو لا طيب نسوي clear ونشوف الأمر التالي الأمر التالي طبعا هو الأمر free هذا تحتاجه كثير إذا حاب تقرأ الرام عندك الميموري وين وصلين الميموري و swap فلو سويت free كذا أنت رح تشوف الميموري طبعا هذا الأمر معروف ولكن الجيد أنك تستخدم dash H بهذا الشكل dash H طبعا بتشوفها كثير الآن معظم الأوامر اللي لها علاقة في أحجام الأشياء في لينكس أي أن كانت أحجام الأشياء فيها option هذا dash H اللي رح يطيلي كياب صيغة human يعني صيغة يستطيع الإنسان قراءتها وفهمها اللي قبل شوية هذا طويل اللي بتقسيم وتطرح وتضرب عشان تطلع هذا الرقم ما منطق الرقم عندي 15 رقيقة مستخدم 5 free 5 share 23 3 5 5 5 10 10 وعندك swap نفس الكلام هذا بالنسبة لي free وطالما بدأنا نتكلم عن free وإذا نتكلم عن processes في أمر خطير جدا لازم تعرف عليها سوي clear ctrl l عشان سوي clear p s هنا سنستخدم option EF ونضع pipe more حتى نستطيع نقرأ عن طريق enter هذا بيعطي لك كل الخدمات كل البرو سي اللي شغاله عندك في الجهاز ميز طبعا أول شي اللي تحتاج تقرأه من هنا أنت بصراحة اللي تحتاجه اللي هو cmd هذا command اللي شغال عندك وبتحتاج تعرف ممكن اللي هو time مهم طبعا كم صار يشتغل ولكن process ID هذا مهم جدا user ID أيضا مهم زين فعندك هنا اللي هو user ID وعندك process ID هذول جدا مهم لماذا لأن من خلال process ID تستطيع تتعامل معها تستطيع توقفها تسوي لها كل موت زيد فأنت تضغط enter هنا وتمشي وتقرأ طبعا لا تنسى أنه أنت استطيع استخدام grip هنا فممكن تضع مور ممكن تكتب هنا grip مثلا تضع اسم خدمة معين تبعث عنها زي كزام كزام أنا قاعد تستخدمه حاليا لتسجيل فتشوف منه المستخدم يستخدمه إيش هو process ID إلى آخر رائع جدا خليشوف الآن الأمر اللي بعد الأمر كل كل بالأمر كل أن تستطيع قتل process معين إذا كان أنت المالك لهذا process طبعا أنا المالك لـ process 633 فلو جيد 633 هنا طبعا راح كتابه طبعا لو كتابت أنا بيوقف process مبليك للroot وأنت مو root وعندك صلاحيات sudo ممكن تكتب sudo كل وتضع رقم process هنا وراح يتوقف هذا process بشكل كامل أعطيك أمر ثاني فوق البيع أيضا اللي هو kill all kill all عبارة عن قتل لل process معين ولكن ليس من خلال process ID من خلال اسم process فأنت نفترض عندك Apache اشتغل كل all وقف طبعا Apache انا موقف لذلك مو موجود فقال لا process found ولكن apache يشتغل سيوقف apache عن العمل جميل جدا سنأخذ الامر 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 هو اوامر مهمة اذا تراقب اداء النظام بالثانية تكتب الامر top top هذا يعطي اداء النظام بالوقت الحالي بمعنى الان لديك الوزر root CPU ومستخدم الميموري جيد جيد وهنا ممكن تراقب النظام عندك من الى يعني هو رح رتب لك اياهم ترتيب من نفسه من خلال معرفة CPU والميموري من هنا فهو رح رتبهم حسب الاعلى استخدام ولكن الفكرة من هنا انه احيانا انتحاب تعرف من خلال user معين فممكن تستخدم الو frost top root مثلا هنا بيعطي لك روت ممكن ان تستخدم الوزر الخاص بك فهذا الشكل عبد المجيب يديني فقط البروستس اللي انا عمتلكهم انا امشغلهم جدا حلنشوف الامر الثاني هو امر DF دف هذا رح يعطي لك كل بلوكس المنصطلة بالنظام زيد بلوكس حقة حقت مثلا اجزة تخزين وهز سوف أعطي الجواء صامت و أستريح من وجه الرأس سأعطيكم فكرة سأعطي لهم صامت بسم الله هذا جميل هنا سأعطي لك أعطي لك تذكرني قلت لك أنه الأشياء التي فيها حجم ممكن أن نستخدمها مع الـ H حتى نستطيع أن نقرأها في الـ H الآن أعطاني كم حجم كل شيء طبعا أنت تلاحظون أنه لدي هنا كثير موصل بالمنطقة هذه كثير نستخدم برنامج سناب 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 موجود سناب إذا ركب برنامج يعمل لدي في النظام ولكن لو أخذنا مثلا جزئية مثل جزئية روت هذا عندي مثلا الروت الخاص بـ SDA الحجم كم؟ 44 جيجا المستخدم 26 جيجا وعند المستخدم 63% فانتاستيك الأمر اللي بعده ممكن نستخدم بأن نتكلم عن الـ DF نحن ممكن نتكلم عن الـ DU قبل أن ندخل في الأمر الثاني سأضطي لك حجم ملوف معين يعني لدي ملوف مثل هذا ملوف بسيط جدا ثمانية لا تنسى أن تستطيع استخدام الـ H بحيث أنك تستطيع أن ترى حجم ملوف هذا غالبا أن أستخدم هذا مع قراءة المجلدات يعني أعرف حجم مجلد معين فهو يعطيني إمكاني أن نقرأ المجلد بشكل كامل أعتقد عن طريق S-H فأرى حجم ملوف وكما يكون ملوف فأرى حجم ملوف فأرى حجم ملوف ترى الأمر الثاني وهو أمر سيو أمر مهم جدا سيقوم بفعل المستخدم الآن إلى الـ روت أصبحت أنا روت من خلال الـ روت إلى مستخدم ثاني ممكن أن أخرج مستخدم سيو تي في مثلا أنا عندي مستخدم تي في الآن أصبحت استخدم تي في ممكن أن أخرج من هنا بصراحة برضو سيو على عبد المجيب أو أصبحت عبد المجيب هذا أمر سيو عندنا الأمر الثاني هو باسود باسود هذا يحتاج لأن يكون لديك صلاحيات روت أو تستخدم على سودو باسود لتغيير كلمة مرور أرى تغيير كلمة روت أعدنا كلمة روت الباسود تغيير طيب جميل جدا اللي بعده هو أمر W هذا يعطيك من المستخدمين المتصلين الآن من المستخدمين الموجودين على الجهاز والله موجود عبد المجيب متى داخل والله داخل الأربعة 11 بعدين له ثلاثة أيام وإلى آخره كل المعلومات عنه في أمر أيضا فوق البيع هو هذا أيضا يعطيك من الموجود لك بتفاصيل أقل طيب خلصنا من هذا أمر ثاني مهم جدا هو برنامج الكرون تاب الكرون تاب عبارة عن ماذا؟ عبارة عن مهام و جدول عندك بالنظام أول أمر أحب تعرف والداش إل داش إل بيسوي لك لست جيد بالجوبز اللي موجودة تشتغل عندك باليوزر هذا اليو عبد المجيب إذا عندك يوزر ثاني مكنت روح مستخدمة ثاني عن طريق السيو ولكن هنا بالنسبة لي الكرون تاب اذا كنت تبحث عنه في القناة شارعه بمفصل ولكن لاحظون عندي يومية مثلا دقيقة ثلاثين ساعة ثلاثين و عشرين بشكل يومي طبعا يوم شهر مدوشي الأخير أني أنا أمسح مجلد دول لوتس بشكل يومي هذا الكرون تاب ممكن يعدل عن طريق تحط فيه كوماند معين تحط له وقت معين ويشتغل جيد جيد طبعا هنا غالبا نستخدم إدارة السيرفرات طيب خلصنا من هذا الهان الأمر اللي بعده طبعا كدك تعرفه ولكن احتياطا أنت ممكن تستخدم أمر بينج هذا من فوائد وأنه طبعا بعلمك أنت قادر على التصال بشبكة معينة ولا لا طبعا كدنا نعرفه هذا ولكن ليش تستخدم بالسيرفر افتضى عندك سيرفر معين ووب وفي عندك مايسكيلا سيرفر فانتحاب تعرف ان ووب إبليكيسن إذا لديه اكسس على السيرفرات ممكن تطق الابي حقه هنا ترين 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 خلاص شوف هنا ما عندي شيء ما ما سوي لي اي رسبونس اطلاق المعنى فيه مشكلة الامر الثاني اللي احنا بتعرف عليه الاف كونفج الاف كونفج من خلاله أنا شوف الانترفيس حكت الشبكة شوف هنا كل الانترفيس الخاصة بالشبكة عندي فتشوف مثلا اللي هو انبوكس هذا سيتبع اندرويد لديه اثيرنت لديه اثيرنت لديه اثيرت لديه اي بي استخدم لي التطوير طبعا اف كونفج نعرفه ولكن خلال اف كونفج من الشياء المشهورة جدا احتاج الى سودو حتى تنفذ اللي بسوي هذا اف كونفج ممكن تحدد شبكة معينة واجهة معينة الانترفيس وتسوي لها داون تتوقف هذه ما تشتغل احيانا عندك الانترفيس سيكون فيها مشكلة داون اب وتنحل المشكلة طيب خلصنا من اللي هو الاف كونفج نجي للي بعده تمام تقريبا خلصنا الوامر التالية هذه عبارة عن اوامر ستعطلك معلومات عن نظامك وكي لعنا نبدأ مثلا وير از لما تضع بعده كماند معين زي سي بي مثلا سي بي حنا عرفنا انه كوبي راح يوريك هو وين موجود كملف بايناري بالجهاز شوف موجود هنا طيب لو سألت وين موجود مثلا where is ssh هذا الشكل احيانا تحتاج تعرف وين ملفات البايناري اذا حابت تعدل لأي سبب ان كان في عندنا امر ثاني في عندنا امر ثاني اللي هو what is اعطاني هنا ايش وصف سريع باختصار شديد وش يتسوي السه يقول لك open ssh client remote login program رائع جدا يعني هذا برنامج يدخل عن بعد لو سألتوا what is mv غالك موف ورينيم فايلز رائع جدا طبعا هذا وصف قصير فيه طبعا اكيد وصف طويل لو استخدمنا الامر مان وهذا حد الاوامري بتكلم عنه مان ام في مثلا مان هو عبارة عن المانول الخاص بكل امر تك بجيلك مانول كبير بكل الاوبشنز الخاصة به هذا الامر امشينا واشبع كل شيء موجود احيانا مو باحيانا معظم الوقت بتحتاجه اذا كان الامر جديد عليك او انك نسيت اوبشن معين موجود في هذا الامر نخلص الان عندنا امرين عندنا الامر يونيم يونيم هذا يعطيك الكيرنل اللي انستخدمها ولكن هو يستخدم غالبا يونيم داش اي بحيث انك تاخذ كل المعلومات عن الكيرنل اللي انستخدمها ايضا النظام يعني بتشوف انه هنا يستخدم الينكس منت هذا الكيرنل اللي استخدمها عاليا ننتهي وينتهي المطاف عندنا بالامر الخير الامر هيستوري هيستوري هذا امر رائع جدا بيجيب لك اخر شيء تم في السيشن بتلاحظ انه اخر شيء كنتشغال عليها مثلا لاحظ عندي قيت انا اشتغل على مثلا على تطوير قيت بعدين هنا اشتغلت على كرون تاب كنت اشرح لكم حاجات قبل شوي بتلاحظون في حلقة مفقودة لانه طلعت مستخدم ودخلت مرة ثانية جيد لانه يوريك السيشن او يوريك السيشن جميل جميل اوكي انه حين خلصنا هذا لا ننسى يا اخوان العزاء هذا الموقع الرائع اوكي والحاجة اللي مغبيه لكم تحت بالوصف سبسكرايب اذا ما سبتم تبسكرايب وشير الفيديو وسوي لايك اذا اعجبك سلام عليكم سلام عليكم وشيرون